الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يتحول الحلم إلى حقيقة؟ حكى لأحد الأصدقاء قبل ما يزيد عن عشرين عاما رؤية رآها في المنام عن رجل يمسك بين يديه بالأرض على هيئة كرة وجاء هذا الرجل وأراد أن يضع يده على مكة والمدينة فقام رأي الرؤية بالإمساك بيد هذا الشخص أو هذا الرجل الأسود العملاق الذي يمسك بتلك الكرة وقام بمدافعته فسقطت يده فوق الاتحاد السوفيتي سابقا عندما سقطت هذه اليد وهذه الرؤية التي حكاها لي رآها في أواخر سبعينيات القرن الماضي سقطت يده على الاتحاد السوفيتي فمحاه أي محى الاتحاد السوفيتي من الخريطة ثم أراد هذا العملاق أن يضع يده فوق مكة والمدينة فأمسك يده وأخذ يدافعها فسقطت فوق الولايات المتحدة الأمريكية فمحت جزءا من خريطة أمريكا الحالية وعندما قص علي هذه الرؤية قال رأيتها قبل الحرب التي دارت بين المجاهدين الأفغان والاتحاد السوفيتي والتي استمرت لأكثر من عشر سنوات انتهت بانسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان وتفككه كاتحاد وأصبح يلملم نفسه الآن في الاتحاد الروسي أو بقيت روسيا فقط بعدما انهار الاتحاد السوفيتي الأمر الآخر في الرؤية أنه قال أنه أخذ يدافع اليد حتى لا تسقط فوق مكة والمدينة وهذه المدافعة جعل اليد تسقط فوق الخريطة الأمريكية أو القارة الأمريكية فمحي أجزاء كبيرة من القارة الأمريكية بما يوحي في التأويل بأن الولايات المتحدة الأمريكية سيحدث فيها حدث يؤدي إلى تفككها أو انفصال أجزاء منها فهل تتحول هذه الرؤية إلى حقيقة الآن بعدما رأينا انقساما كبيرا في أمريكا في الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2020 عندما رأينا انقسام المجتمع الأمريكي واقتحام الكابيتول والأحداث الكبرى التي حدثت بعد ذلك عقب خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية وعدم اعترافه بها أو تسليمه بها الأمور الآن تتطور بعدما كانت تتحدث أخبار في أوقات سابقة عن ولاية تيكساس والتي أرادت أن تنفصل في أوقات مختلفة أو تنادي بالنزعات الانفصالية ها هي الآن تتحول إلى حقيقة ليس تيكساس وحدها بل 25 ولاية من الولايات الأمريكية والتي تزيد عن 50 ولاية تؤيد فكرة انفصال تيكساس والدفاع عن حدودها في مواجهة القوات الأمريكية الفيدرالية نتابع معكم ما يحدث الآن ونستشرف ونتابع الأحداث القادمة وهل أمريكا بالفعل على شفى حرب أهلية أو على شفى تفكك جديد متى يبدأ؟ كيف ينتهي هذه أمور؟ لا نتحدث عن حدودها الزمنية ولكن أصبحنا نتكلم عن ملامحها وكيف تعزز معركة حاكم تيكساس على الحدود الدعوة إلى انفصال الولاية؟ هكذا تقول الأخبار تحت هذا العنوان كتب جيمس بيكرتون في نيوزويك مقالا يطرح فيه فكرة انفصال ولاية تيكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يسمى بدعوة تيكساس وجاء في المقال أثار قرار المحكمة العليا بالسماح للمسؤولين الفيدراليين بإزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقامته تيكساس على طول الحدود مع المكسيك وهي قضية لواشنطن عارضت فيها حاكم الولاية جريج أبوت مزيدا من الدعوات لانفصال الولاية عن الولايات المتحدة الأمريكية في دعوة أطلق عليها تيكساس بدوره قال أبوت إن الأسلاك الشائكة في تيكساس هي رادع فعال للعبور غير القانوني الذي يشجعه بايدن وسأواصل الدفاع عن السلطة الدستورية في تيكساس لتأمين الحدود ومنع إدارة بايدن من تدمير ممتلكاتنا وقد تم تركيب السلك الشائك بناء على طلب أبوت كجزء أساسي من جهوده للسيطرة على الهجرة غير الشرعية ويتذكر الزعيم الفعلي لحركة تيكساس دانيل ميلر كما لو كانت دعواته لانفصال تيكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس القريب حينما صرح أغسطس 1996 بقاعدة في إحدى الفنادق بمدينة تايلر شرق تيكساس بضرورة مغادرة ولاية تيكساس للولايات المتحدة كان تأثير هذه اللحظة كبيرا لدرجة أن المستشار التكنولوجي له قارنها حينها بالخط في الرمال الذي رسمه زميله من تيكساس ويليام ترافيس في ألامه قبل وقت خصير من اقتحامها من قبل القوات المكسيكية عام 1836 وقد أدى الحصار الأسطوري إلى قيام جمهورية تيكساس كدولة مستقلة لمدة 9 سنوات قبل الانضمام إلى الاتحاد الأمريكي في عام 1845 يبلغ دانيل ميلر الآن من العمر 50 عاما وهو رئيس حركة تيكساس الوطنية التي تأمل في الانفصال ولكن وعلى الرغم من الدعم المتزايد واجهت الحركة عددا من الانتكاسات الخطيرة ليس أقلها الفشل في الحصول على استفتاء الانفصال الولاية في الاقتراع التمهيد الجمهوري المقبل وكما وصف النقاد حملة الاستقلال بأنها خيال ليس لديه فرصة للنجاح على الأقل سلميا إلا أن هذا لم يرضع ميلر الذي سيظل مقتنعا بنجاح حملته في نهاية المطاف من جانبه قال ميلر أعتقد أن المسار الذي تسيطر عليه الحكومة الفيدرالية والمسار الذي تسير عليه تيكساس سيؤدي من خلال قرار واعي أو بسبب انهيار النظام الفيدرالي في عدم قدرته على تلبية متطلباته الأساسية إلى أن تصبح تيكساس دولة مستقلة بالتأكيد خلال ثلاثة عقود أما عن الكفاح من أجل الاستفتاء وقد أمضى القوميون بكل المقاييس في تيكساس عامين مزدحمين ففي ديسمبر سلمت تي إن إم ما زعمت أنه التماس من قبل 139 ألف 456 شخص إلى الحزب الجمهوري في تيكساس بأوستن وقد دفع هذا إلى إدرج استفتاء استشاري حول استقلال تيكساس في اقتراع مبدأي في مارس 2024 ووفقا لقانون الانتخابات في تيكساس فإن الحد الأدنى لعدد التوقيعات اللازمة للنظر في الاستفتاء هو 5% من إجمال الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين لمنصب الحاكم في الانتخابات التمهيدية العامة الأخيرة للحزب وكانت آخر انتخابات تمهيدية لحاكم الولاية للجمهوريين في عام 2022 عندما تم الإدلاء بمليون 954 ألف صوت لانتخاب حاكم الولاية الحالي جريج أبوت وبالتالي نحن نتحدث عن إجمال 97 ألف توقيع للنظر في إجراء الاستفتاء ومع ذلك رفض الحزب الجمهوري في تيكساس الالتماس حيث ادعى الرئيس مات أن الالتماس تم تقديمه متأخرا وأنه حتى لو لم يكن الأمر كذلك فإن الغالبية العظمى من توقعات الالتماس كانت غير صحيحة وعلى وجه التحديد ادعى أن الكثير منها يفتقروا إلى بيانات هامة مثل عنوان الإقامة ومقاطعة التسجيل وتاريخ الميلاد ورقم تسجيل الناخبين أو أنه تم التوقيع عليها إلكترونيا وليس حضوريا ولكن كيف تبدو تيكساس المستقلة؟ يتصور ميلر إجراء استفتاء ناجح على الاستقلال يؤدي إلى عملية تفاوض بين أستن وواشنطن تنتهي بدولتين مستقلتين لكن مرتبطتين ارتباطا وثيقا وقال بمجرد التصويت بالإجاب لن يتغير شيء على الفور سيبدأ سكان تيكساس عملية التحرك نحو الاستقلال تتضمن تغييرات في دستور ولايتنا والقوانين التي تتبع التغيرات الدستورية وتقييم وتنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات والتفاوض بشأن القضايا مع الحكومة الفيدرالية ويتابع ميلر إذا اتبعت الحكومة الفيدرالية سياستها التي استمرت قرابة قرن من الزمن في احترام حق تقرير المصير فإننا نتوقع أن يسود العلاقة مع بقية الولايات المتحدة جو من الود والتعاون ويدعو البرنامج إلى إنشاء جيش مستقل في تيكساس ووفقا لميلر تريد تي إن إم أن تحافظ الولايات المتحدة وتيكساس على حركة سلسة للأشخاص والبضائع بين الدولتين في حال الانفصال وتشير المجموعة على موقعها الإلكتروني إلى علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمكسيك كنموذج وتقول إن ولاية تيكساس ستتأهل بسهولة للبرامج الفيدرالي الأمريكي للإعفاء من التأشيرة والذي يسمح للمواطنين من 41 دولة بدخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما دون الحاجة إلى تأشيرة أما عن معركة التحرر يكاد يكون من المؤكد أن أي محاولة للانفصال من شأنها أن تؤدي إلى نزاعات قانونية حادة حيث حكمت المحكمة العليا في قضية تيكساس ضد ويت عام 1869 بأن مغادرة الولاية للاتحاد هو أمر غير دستوري أما ميلر فيعارض هذا الرأي قائلا تدرج المدة 1 القسم 10 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية جميع الإجراءات المحظورة على الولايات والانسحاب ليس مدرجا في تلك القائمة لهذا فبموجب التعديل العاشر للدستور يعني عدم وجود حظر دستوري صريح أنه حق محفوظ للولايات المتحدة الأمريكية وفي الثالث من يناير قدم النائب جيسون جيرهارد الجمهوري في المجلس التشريعي مشروع ينص على أنه إذا وصل الدين الفيدرالي إلى 40 تريليون دولار أي بحوالي 6 تريليون دولار أكثر مما هو عليه الآن فإن الولاية يجب أن تعلن استقلالها وتستمر كدولة ذات سيادة يعرض الآن بالتوازي فيلم مروع عن الانفصال بعنوان الحرب الأهلية لمخرجه أليكس جاريلاند والذي عرض المقطع الدعاء له في ديسمبر في هذا العمل الدرامي وعلى خلفي طرح الانقسامات السياسية الشديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تنفصل 19 ولاية عن الاتحاد وتشكل فصائل مثل تحالف فلوريدا أو ما يسميه الرئيس أوفرمان رئيس الثلاث فترات القوى الغربية في تيكساس وكالفورينيا والتي تثير حربا مفتوحة مع الجيش الأمريكي وفي أحد تلك المقاطع يظهر مسلحون يحتجزون مجموعة من الصحفيين والمدنيين تحت تهديد السلاح فيقول أحدهم نحن أمريكيون حسنا فيسأل أحد المسلحين ويلعب دوره جيسي بلومينز زوج دونست الحقيقي حسنا ولكن أي نوع من الأمريكيين أن إذا تحولت التوترات إلى أزمة فهناك كثير من الفصائل بما في ذلك القوميين من تيكساس على استعداد لتغيير الجغرافية السياسية لأمريكا الشمالية وربما تكون المفارقة الكبرى هي أن القوة الوحيدة القادرة على إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية الكيان السياسي الأقوى بالتأكيد في تاريخ البشرية هي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أما ميلر فعندما سئل عن احتمال أن تصبح تيكساس ولاية مستقلة خلال 30 عاما لم يظهر أي درجة من الشك وأجاب ببساطة 100% المصدر نيزويك المقالة تعبر عن رأي الصحيفة ولكن كما ذكرت لكم هناك شواهد كبيرة تدلل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعيش أزهى عصورها بل هناك صدوعات كبيرة داخل المجتمع الأمريكي وتفكك من قطع النظير فهل تصدق الرؤية التي ذكرتها في بداية هذا الفيديو وكذلك أيضا الإرهاصات والتنبؤات التي نشاهدها كمؤشرات سياسية واقتصادية ومجتمعية وانقسامات عميقة هذا ما ستخبرنا به الأيام القادمة كما أترك لكم التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر